مرحبا أحباء الصغار درسنا اليوم في المجال العلمي العلوم يطبق قواعد النظافة الشخصية سنستمع إلى عدية أنا نظيف أنا نظيف أغسل وجهي أغسل شعري أفرق وجهي أفرق شعري أشطف رأسي أشطف جسمي أجفف رأسي أجفف جسمي الاستماع إلى العدية رددوها مع الحركات والآن سنتعرف كيف تتم النظافة الشخصية الاستحمام أضع الصابون على الليفة الجميلة أفرق جسمي جيدا ثم أغسله بالماء غسل الشعر أستعمل الشامبو لأنظف شعري أنظف يدي بالماء والصابون بعد وكل وجب الطعام وبعد الذهاب من إلى الحمام أنظف أسناني كل يوم مرتين بفرشات الأسنان والمعجون تقليم الأظافر لأنها ملجأ للجراثيم ابتداء الملابس النظيفة للحصول على هندام ومظهر جميل للحفاظ على أسامنة قوية لا بد من أن لا نشارك أحدا في استخدام أكواب الشرب وفرشات الأسنان ونقوم بالأنشطة التي ذكرناها سابقا والأطعام الصحي والمغذي جاء دوركم أحبائي أجيبوا على الأسئلة التالية ما هي مستلزمات النظافة؟ كيف نحافظ على نظافتنا وعلى صحتنا؟ المطلوب تمثيل أنشطة النظافة اليومية بالإيماء يعني بالحركات رقاء ترجمة نانسي قنقر